وانتهى الكلاسيكو بين شبيبة القبائل ووفاق ستيف بتعادل الإجابي هدف لمثله في تعطر جديد للكناري ونقطة ثمينة للوفاق الذي يواصل المطاردة في الرياضة وقد سجل هدف الكناري بول عودات عن طريق ضربة جزاء وعدل زيتي للشبيبة اسلام بقرع الحمد لله ما كانت سهلة لأن الضغط اللي كان مفروض على اليوم شبيبة خلال المباراة تكون صعبة كثير لكن الحمد لله قدرنا سيئل المباراة رغم صعوبتها وكان فيها دي تنسيان كبار اليوم لكن الحمد لله كانت ممكين عدنا حالة كثيرة عبر هجمات المعاكسام مال إكسبلواتي نقطة نظرن في هذا الاجواء وفي هذا المعافريق شبابي لكنيب هذا الفوز ملاحة بالنسبة لي نقطة خرمنوا هلو بس تساعدنا باش يكملوا مشوار تابوت ولا في الرياحية إن شاء الله عدنا لي ماتش في بلدنا عدنا ماتش في بلدنا نوجدولو بيان شاء الله في الرياحية نحن ممكا بار على مدينة وقال نحن الانقا باش يوم هناك مشوارب تلعون في البرنامات وبذلك يوم ثابت على مدينة من تصلك المعافريق بأن نحن التضيقات مع مدينة إنه حدا بآحظ بشيزي نعہر من يصبح معين صعبتنا انها عملنا جدا في مدينة أحمن ثابتا على أن نحن 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 أحن من آخر من ح Bendتين نحن لم نحن نحن الى المدينة وخيات كانت أقصار estásقال على شهادة نعلمنا ولكن كما تردت أنه يجب أن تجعله على تصويرات ذو أكد محجر فحناش رئيس فريق شبيبات القبائل أنه توصل إلى اتفاق مع أطنائي موراد رحموني وفوز موسوني لتولي العرضة الفنية للفريق مرحبا بهم